فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها ثم خص قريشا على سائر العرب بما جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك من الخصائص ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من الفين إلى غير ذلك من الخصائص نعم الله جل وعلا خص العرب من بين الأمم بهذه المهمة وهي تحمل الرسالة الخاتمة والقيام بها دعوة وجهادا حتى بلغت المشارق والموارد وما ذاك إلا على أيدي المسلمين من العرب الذين قاموا بهذا الدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وعاضدهم من آمن من الشعوب الأخرى ومن الأمم الأخرى عاضدوهم وصاروا منهم وتعلموا العربية وصاروا أئمة في اللغة وأئمة في الحديث وأئمة في التفسير وأئمة في كل الفنون بسبب هذا الدين وإلا فإنهم كانوا من قبل ليس عندهم إلا فلسفات وعقليات وأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع فما امتاز من العجم ولم تاز من العرب إلا بهذا الدين الذي شرف الله به هذه الأمة المحمدية وخص الله قريشا لأنها كانت الخلافة فيها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانوا الخلافة الراشدون من قريش وكانت دولة بني أمية من قريش وكانت دولة بني العباس من قريش فما زال الأمر فيهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن استوزر آخرهم ثلة من الملاحدة ومن الباطنية كالعلقمي كابن العلقمي ونصير الكفر الطوسي وغيرهم ممن خدعوا الخليفة وجروا عليه العدو من التتار وحصلت النكبة العظيمة وزال ملك بني العباس عند ذلك تقطعت الدولة الإسلامية إلى دويلات صغيرة ولكن الشأن في أن هذا الأمر كان في قريش إلى سقوط دولة بني العباس فهذا مما يدل على فضل هذه القبيلة إذا حملت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا لمجرد نسبها وقربها من الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما لما تقوم به وما تبدله للبشرية من خير وقيادة راشدة اشتركوا في القناة